عايزة تكلم حضرتك في الروايات اللي بيتم إعادة نشرها مرة تانية وإعادة تبعاتها مرة تانية أنا عرفة أنه أكيد كلهم بتعتذبيهم وأكيد كلهم ولادك سيما بيقولوا كده دايماً الفنانين في أي مجال يعني عن أعمالهم أو عن شغلهم بس أكيد فيهم الأقرب أكيد فيهم اللي بتعبر أكتر عن حاجة تخص حضرتك ككاتب أو كروائي أو كإنسان بشكل عام مين فيهم الأربعة اللي بتمسك أكتر أو بتقرب منك أكتر هي فيه رواية منهم يعني اسمها الحياة الثانية لقسطنطين كفافس عن الشاعر اليوناني السكندري كفافس وهي رواية طبعاً تاريخية لأن هي ما بدورش في الزمن بتاعنا هي في قرن 19 وقرن العشرين يعني من مقبل مولوده وحتى جزء من حياته يعني وموته فدي رواية قريبة جداً مني وهي أعتقد أنها أو بشوفها دايماً من أهم مشاريعي أصلاً حتى ككاتب يعني يعني هي طبعاً بقيت الرواية سواء ضريح أبي أو الأرمالة تكتب الخطابات سراً أو هدوء القتلى مشاريع مهمة يعني ونجحت جداً لكن كفافس دايماً أنا بحطها في مرتبة خاصة جداً بالنسبة لي ككاتب كروائي مركبة كروائي كبيرة كروائي خدت وقت حتى في كتابتها كبير كروائي بتطرح أسئلتي أنا كإنسان أسئلة الفنان في علاقته بالمدينة وفي علاقته بالعالم هي ربما تكون هي الأقرب بهذا المنطق يعني عايز أتكلم مع حضرتك عن حفل توقيع تغريدة القفر وطبعاً واحدة من أهم الروايات اللي تم ترشح لجئزة البوكر العربية لعشرين تلاتة وعشرين كلمة شوية عن حفل التوقيع ده وخاصة الحضرتك اللي كنت بتدير الحوار في الوقت ده هو طبعاً زهران القاسمي الكاتب العماني الجميل هو صديق عزيز يعني من عدة سنوات وأنا محب لكتابته وكنت محب لهذه الرواية من قبل البوكر يعني أنا كنت قريتها قبل ما تترشح للبوكر نحن معنا في الحلقة جزء من الندوة على فكرة وكننا صورنا معي آه طبعاً أنا فاكر كويس أنه كان فيه حضور جميل للتغطية فأنا كنت سعيد جداً أولاً بفوز الرواية وثانياً بأن أنا إشها يعني لأنني عندي عندها حواليها أفكار كتير حبيت أتكلم عنها وخصوصاً أننا وزهران أصلاً من جيل واحد في الكتابة وبالتالي فيه كتير برضو من الأفكار المشتركة والقريبة هل فعلاً حرورتك بترفض ترجمة أعمالك؟ مش برفضها لكن بشوف أنه تشبس الكاتب بفكرة الترجمة في العالم العربي أحياناً بقاله جانب مضر أو سلبي يعني إذا جاءت فرصة أنك تترجم بنفس شروطك بنفس كتابتك أهلاً وسهلاً لكن أن أنت تسعى لده أن أنت تشوف أنه أنا كتب عربي على ما تفرج أو أن أنا بكتب باللغة العربية بس لو الترجمة الإنجليزية وفرنساوي دي خطوة لفوق يعني أنا لا أرى ذلك لأننا بنكتب بلغة عظيمة بنكتب لجماعة بشرية ضخمة جداً هي العالم العربي طبعاً ولأن أنا في النهاية جزء كبير من تجربتي ومن أهمية تجربتي هي في اللغة نفسها مهما الترجمة أيوه الموضوع هيظهر الشخصيات هتظهر صح لكن اللغة نفسها مش هتظهر في الترجمة وبالتالي فأنا لا أولي الترجمة هذه الأهمية الفضيعة أنا كاتب مصري وعربي ولو بقيت كاتب شهير هنا في البلد دي أو الناس شافتني في الشارع وبتقرالي فأنا حققت ما أريد ومش شايف أنه ده نقصه شيء آخر اشتركوا في القناة